طب قابل التضخم ويعني كل هذه الموضوعات اللي طبعا بتم المواطن المصري ولكن أكيد اللي بيهم المواطن المصري الأكتر فرص العمل أخبار الصناعية يعني خلينا نتكلم على فرص العمل والتطور اللي موجود في الصناعة وبنستخدم لفظ اقتصادي يمكن كنا زمان بنتكلم عن الصناعة الوطنية احنا دلوقتي بنستخدم لفظ لو تسمح لي يعني عشان الناس بس توقفها ماه ومش مسألة صناعة لأ احنا بنعمل حاجة اسمها توطين الصناعة شاتين بين الاتنين أنا ممكن أعمل صناعات في مصر رس كلها تبقى شركة أجنبية وهي بتجمع عندي وفي لحظة تمشي وشكرا خلاص الوكيل أفل عندي لكن أنا بتكلم على توطين صناعة توطين صناعة يعني بنق التكنولوجيا عندي باب أنا أساس هنا للصناعة شراكة نقل تكنولوجيا تدريب على الحتة بتاعت التكنولوجيا انت حددك طبعا عارف الاتشيب الإلكتروني ده اللي هو يعني أزمة العالم الرقائق الإلكتروني أنت تعلم أن المادة الخام بتاعته مستخرجة من السيليكون والسيليكون يعني الرمال بتاعتنا اللي هي ممكن تكون مادة خام لإنتاج التشيب فأنا ممكن أعمل مصنع عشان أصدر المادة الخام لكن أنا مش بنعمل كده السيليكون وطاعتنا مدوش النوهاو ده الأمريكا يعني هو ده توطين الصناعة أن أنت ممكن تعمل شراكة ليه؟ أنت عندك ميزة نسبية أنا عندي مستلزم لإنتاج بتاعك وإنت عندك النوهاو ويجب أن يكون التعاون بيننا وبين بعض إكوال إذا كنت أنت عايز تعمل مصنع في الشرق الأوسط ويبقى مقر مصر ويبقى مدخل أفريقيا وتصدر لأوروبا فلازم يكون هناك شراكة بمفهوم التوطين أي بس أنا يعني معلوماتي أن كان فيه عدد من المصانع التركية هتفتح في مصر فعشان كده سألت عليك على موضوع أو ملف الصناعة أو مذكرات تفاهم إنشاء مناطق صناعية تركية ده بيننا وبين تركيا ده بيننا وبين تركيا عشان كده حددك كنت تتكلم على ألمانيا لأن كنت تقول لحددك ما قبلها تركيا ويمكن الاتفاقات اللي بيننا وبين تركيا والاستثمار تعريبا فيه استثمار تركيا في مصر يتخطط 3-4 مليار دولار وفيه مصانع موجودة قائمة في مصر وده كان نوقات الأزمة أنت ممكن تضاعف ده الأرقام أجبر من كده النهاردة أنت ممكن تضاعف ويمكن تركيا بالذات المؤشرات الاقتصادية بتاعتها لما بنيجي نتكلم كاقتصاد تلاقي المؤشرات الاقتصادية بتاعتها صعبة قوي لكن حجم الاقتصاد الحقيقي الفعلي على الأرض لا تركيا عندها صنوعها عندها تجارة فالتبادل بينك وبينها بيسمح أن يبقى win-win situation يعني أن الاستفادة من الإنتاج التركي سواء أنت هتاخد من تركيا هتعمل تبادل مع تركيا لأن بيننا وبينهم تبادل تجاري كبير جدا بعيدا عن الفترات بتاعت الأزمة لكن الاستثمار اللي كان موجود في مصر لازال موجود وممكن يتضاعف زي ما حدك تفضلت صحيح